ده كده سريعا عايزة بقى اروح ليه هنا ملف اخر وحنسيب شوية قرط القدم علشان انا بحاول اكون سريعا لنهاتب يجري بس هنسيب دولاتي ملف قرط القدم وملف المباراة هنعود ليه مرة تانية في الفقرة الحوارية خليني بقى اروح سريعا لان ده برضو خبر من الاخبار الحلوة جدا وحسميها المعجزة بتاعتنا هنا جودة اللي حققت ذهبية فردي السيدات هنا في بطولة بقى دوري الالعاب الافريقية بيغانا وده بعد الفوز على البطلة النصرية نهائي مصري مصري وده شيء اعتقد مشرف جدا برضو دينا مشرف في المباراة النهائية باربع اشواط مقابل شوتين وحقق عمر عصر برضو لعب المنتخب المصري لتانس التولة الميدالية الذهبية في منافسات دورة الالعاب الافريقية اللي بتصطدفها مدينة اكرال غنية خلال من 8 ل 13 مارس وتوج عمر عايزة اقول لكم الميدالية الذهبية بعد ما فاز على نظيره النيجيري كان مطش قوي جدا وده كان دور النهائي بنتيجة 4-3 بعد كده خلينا نقول او بذلك حصل المنتخب المصري لتانس التولة بنتكلم بقى رجال وسيدات على اربع ميداليات منتنوعة في منافسات الفردي بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية فده انجاز محترم جدا وخليني اقول كمان تحديدا عن هانا جودة هي حصدت الميدالية الذهبية بعد ما فازت على دينا واللي تواجد بيه الميدالية الفضية وحقق محمد كامان البيالي الميدالية البرونزية فنجحات مصرية كبيرة جدا في البينج بونج او تحديدا يعني التانس التولة اشتركوا في القناة